قال رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع قال إن قناة السويس تعكف على تطبيق استراتيجيات متكاملة للتطوير تستهدف تطوير المجرى الملاحي للقناة جاء ذلك خلال استقباله السفير أدنمركي بالقهرة حيث أعرب عن اعتزازه بعلاقات التعاون والشراكة التي تجمع الهيئة بالشركات أدنمركية العاملة في مجال النقل البحرية وأوضح رئيس الهيئة أن قناة السويس تعتزم منح حوافز للسفن الصديقة للبيئة العابرة للقناة وتحويل الوحدات البحرية التابعة لها للعمل بالطاقة النظيفة بما يتماشى مع جهود مصر لمواجهة تحديات تغير المناخ بتبني مبادرات وممارسات صديقة للبيئة